إقصاء وإقالات وتغيير كامل لشكل مؤسسات الدولة وزج للعناصر الموالية للميليشيا في جميع المؤسسات هكذا تنضي جماعة الحوثي في طريق تغيير الخارطة الديمغرافية للدولة وجميع أجهزتها سلك القضاء كغيره من المؤسسات كان المستهدف الأول في هذا الطريق حيث استبدلت ميليشيا الحوثي معظم القضاة الذين لا ينتمون للجماعة بقضاة يتبعونها وهي تصرفات أخلت بالعمل في المحاكم والنيابات وغيرت منظومة مجلس القضاء بصنعاء الذي كان يعد أعلى سلطة قضائية في اليمن وفيما يعيش الجهاز القضائي بصنعاء حالة من التجريف وإخراجه من مضمونه كمؤسسة يفترض بها تحقيق العدل بين الناس لا تزال الانتقادات توجه للحكومة الشرعية وذلك بعد أن ذكرت مصادر محلية تسلم القضاة التابعين لميليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية بعض رواتبهم من الشرعية على الرغم من أنهم يعملون مع جماعة الحوثي في تنفيذ أجندتها ومحاكماتها غير العادلة بحق المختطفين لديها لكن مجلس القضاء الأعلى بعدا وفي وقت سابق ناقش مذكرة لهيئة التفتيش القضائي بشأن الدعوة التأديبية ضد من قبل القرارات الصادرة من سلطة الحوثيين ليحلوا محل قضاة صدرت بهم قرارات من جهة دستورية وسلطة شرعية وأقر المجلس إيقاف القضاة التابعين للحوثيين عن العمل ومحاسبتهم تحرص ميليشيا الحوثي على إبقاء القضاء تحت سيطرتها وهي أداة تستغلها لكسب مشروعية في ممارسة الانتهاكات والانتقام من المناهضين لها وبين هذا وذاك تستمر المطالبات الحقوقية بسرعة إصلاح جهاز القضاء وتسليم مستحقات القضاء في المناطق المحررة والعمل وفقا لشكل منظم ودستوري